زب الزبط كيف سألتك أجماعة هو إيه اللي بيحصل المشروعات الكبرى أخبارها إيه توقفت لما تيجي تتعالى تفرج على طريق إسكندريا مطروح اللي احنا بنسميه طريق السحل الشمالي تعالى تفرج عامل إزاي فاكريني مبارح ما كنت بقول لكم أنا شفت المنطقة هناك من حوالي شهر ولا شهر وشوية والله ما فاكر المهم يعني لقيت الدنيا حاجة تانية فاكريني لما قلت لكم يا جماعة بقى في حاجة اسمها مدان في الهوى والله ما بهرج أنا هفرجه دلوقتي يعني هتلاقي كبري وهذا صقت إعداد يهندسة برضو فعذروني اهو الله يا سامح بص أنا أعرف الكبري كده هو مثلا كبري متقطع كده دي بيسموها سكيو لاينز اللي هي ولا هو متوازي كده ولا هو نازل عمودي عليه حاجة اسمها سكيو لاينز كل ده أنا فاهمه لكن انك تلاقي مطلع الكبري كده هو وبعدين تلاقي فيه مدان بحيث انك انت تلف في هذا المدان اللي في الهوى فوق كبري طاير كده علشان انت عاوز تكمل دغري طب عاوز تنزل على طريق البطيئة والخدمات طب عاوز تلف وترجع تانية على الناحة التانية طب عاوز تروح على طريق الخدمات الناحة التانية لا ده دي بسيطة خالص ده اللي انت شايفه ده ده البسيط ده ده البسيط الطريق هناك حاجة تانية ده حدوتة ولازم تتحكي تطوير ورفع كفاءة هذا الطريق لما فيه واحد حماية حقيقية لأولادنا ولأنفسنا الناس اللي بتاخدوا الطريق ده رايح جاي ايا كانت الاسباب شغل ولا مصيف مش موضوع دلوقتي سباك من الهزار بتاع اسعار الصيف وان كانت ما هياش هزار اهو اهو ده اهو الميدان الطايرة اهو حبيته جدا برافو والمصحف انا عمري ما شفت البتاع ده عمري انا سافرت بتاع 14 دولة في الدنيا اغلبهم دولة متقدمة جدا ما شفتش البتاع ده قبل كده ابدا اهو ده اولا حماية اتنين تطوير تلاتة عشان بس تبقى فاهم عشان لما يطلع شوية اسافل اسافل القوم يقولك ايه ده بيجوا على الغلبان والنبي اللي تروح تتفرج على قرى السحل الشمالي اللي كانت متعدية على الطريق القرى كلها بقى ايه اللي واخده 50 متر كده رامي البرة كده عيتلاقي صور القرية المفروض يبقى كده لا 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 دراميله بتاع 50 متر القدام يلا بقى مهزيت ما هو كان مولد برضو يعني كان مولد والله العظيم بس المولد اتفض كله رجع لورا ارجع وسع الطريق لخلق الله تقولي اصلي بياخد من الغلبة وهو الكورنيش اللي في السحل الشمالي في العالمين الجديدة ده هو ده علشان الاغنية والغلق بالعكس ده الراجل قيلها نصا كده هو الناس مش من حقها تتمشى على البحر ولا ايه نصا الرئيس قال كده نصا هو الناس مش من حقها تتمشى على البحر ولا ايه تقولي ايه والنبي اللي تتفرجوا على التقرير بص انا اصلي ريقى هينشف اتفرجوا على التقرير في اطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والتي احدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور فقد تم رفع كفاءة طريق الاسكندرية مطروح الساحلي ليصبح ست حارات مرورية للطريق الرئيسي واربع حارات للدعم من الكيلو مية واحد الى الكيلو مية ستة وخمسين كما تم انشاء تسعة كباري الدورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء الى التقاطعات المباشرة كل كبري من كباري الدورانات مزود باربع مطالع واربعة منازل لخدمة الاتجاهين قائد المركبة يسلك الكبر من اي اتجاه من خلال مطلعين الداعم او الرئيسي ليكون امامه اربعة اختيارات اما منزل الطريق الداعم او منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه او الدوران ثم يسلك منزل الداعم او منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس تم وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائد المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية على طول الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات اشتركوا في القناة